من أكثر الموضوعات اللي شغل الناس على السوشيال ميديا ومتصدرة للترنت بقالها فترة هي طبعا الأزمة الاقتصادية العالمية بنشوف ناس دايما بتسأل أسئلة من نوعات نستثمر فلوسنا في إيه؟ هل الدهب أفضل حل ولا لأ؟ هو العقارات أحسن ولا الدهب أحسن؟ طيب أحط فلوسي في البنك في وديعة ولا استفيد بالفوائد؟ المشكلة إنه ما شاء الله يعني السوشيال ميديا بقت مليانة ناس كل واحد منهم يسمي نفسه خبير وبيطلع يقول كلام للناس ممكن ما يكونش صحة طبعا عشان كده إحنا النهاردة معنا ضيف متخصص في الموضوعات الاقتصادية وهو الأستاذ محمد رجل صاحب قناة المصرفي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وبسرد المشاهدين مرسي قوي زوءك ومرسي على وجودك معنا النهاردة زي ما قلت فيه ناس كثيرة قوي بتطلع تتكلم وتقول حاجات مفروض نصايح للناس ويكونوش هم دريانين بالموضوع ولا عندهم الخبرة الكافية أنهم ينصحوا الناس إيه رأيك في الموضوع ده؟ بسهدي مشكلة طبعا موجودة في الفترة الحالية أن فيه ناس كثيرة جدا بتطلع تتكلم في الحاجات الاقتصادية وفي الاستثمار وهم ما عندهمش أي خبرة أو خلفية عن الموضوع ولا حتى فيه دراسة عن الموضوع للأسف فيه قنوات ممكن تلاقي قنوات طبخة بتتكلم في الموضوع قنوات ما لاش أي علاقة خالص بالاقتصاد بس هو دلوقتي الترند اللي ماشي زي ما حريك بتقولي فكل حد عايز يطلع يعمل شوية مشاهدات فبيطلع يكلم على الاقتصاد وعلى الاستثمار وإيه اللي ممكن أنت تستثمر فيه هوافر أنه هو ما عندهش المعرفة الكافية أو الخبرة الكافية أنه هو يتكلم في النقطة دي وفي نفس الوقت هو ممكن يضر الناس لأنه ما هيديهم نصيحة مش على أساس سليم وممكن أنه يضرهم طيب إحنا بقى عشان نطمن المشاهدين عايزين نبتزي معاك كده من الأول أنت متخرج من إيه واشتغلت في إيه وإيه اللي خليك تتجه للسوشيال ميديا أنا خريكة كلية تجارة وإدارة العمال اللي هي معروفة باسم تجارة خارجية سنة 2002 ابتديت العمل في المجال البنكي والعمل المصرفي من سنة 2003 اشتغلت في إدارات مختلفة خدت خبرات مختلفة من الإدارات اللي أنا اشتغلت فيها جيت في سنة 2020 أنا على مدار العشرين سنة بتاعت البنكينج كنت بلاقي ناس كتيرة بتيجي البنك بتعمل بروتكت معين أو بتعمل منتج معين بعد فترة تيجي لا طب أنا ده ما كانش يناسبني ده أنا عندي مشكلة في الموضوع ده أو إنه هو عمل حاجة في بنكي تاني فبيجي يتكلم إنه هو الله يسمحه أستاذ فلان عمل لي الموضوع ده وطلع إنه هو مش نافع لي أو إنه هو مش ده المناسب لإيه فقلت طب ليه ما نعملش حاجة ممكن إنه إحنا ننشر الثقافة للناس الثقافة البنكية والاستثمار ونعرفهم الحاجة بالطريقة السليمة والطريقة الصح بحيث إنه هو يدخل للبنك يبقى عارف هو عايز يعمل إيه بالزبط وإيه المناسب ليه بالزبط مش بناء على التارجت اللي موجود بتاع الموظف أو الحاجة للموظف من وجهة نظره وذي تيصل كتير جدا جدا للأسف يعني فيه مثلا فيه زي مش عارفة بتسموها إيه في البنك بصراحة زي مشروع مثلا جديد في البنك وعايز إن أنت تخلي الكلاينت بتوعك يجوا يدخلوا في الحاجة دي فبيروح عرضه على الشخص ده يعني الشخص اللي هو الكلاينت بيفتكر إن ده مناسب بالنسبة له بزبط فبيبقى طبعا سوء اختيار دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا لأن فيه ناس بعض المنتجات فعلا ممكن هو يكون مش ميالي خالص أو مش بيحب إن هو يعمل حاجة زي كده الموظف لما بيشرحه له بطريقة صحة وبطريقة مناسبة هو هيقدر يقرر إذا كان هو مناسب لي ولا مش كل الناس بتعمل كده للأسف قلت خلاص أنا هعمل القناة دي بحيط إن أنا هشرح كل المنتجات حاجات عامة على البنوك كلها اللي هي الحاجات الكمن ما بين البنوك كلها بحيط إن حضرتك تدخلي البنك تبقى أنت عارفة البرودك ده إيه إيه قصته من أولها الأخيرة هو مناسب ليك ولا لا فأنت راح للبنك تعمليه عارفا ما عايزيني بالضبط يا تعمليه بطريق مباشر أو لا لما الوضف يتكلم عنك لا أنا مش مناسب لي الموضوع ده شكرا